كما اعتدنا في تسجيلات سابقة لنفترض وجود مجموعة من متجهات القاعدة تسمى المجموعة B تحتوي المتجهات V1 و V2 وصولا إلى المتجه VK بحيث تشكل هذه المتجهات امتدادا للفضاء الجزئي ويكون بعد العدد K نفترض أن كل من هذه المتجهات ينتمي إلى المجموعة RN حيث تنتمي جميع المتجهات V1 و V2 وصولا إلى المتجه VK إلى المجموعة RN في التسجيل السابق رأينا أنه يمكن تعرف مصفوف التغيير القاعدة إنه مسمى منمق لكنه يعني وجود مصفوفة بحيث تتكون أعمدتها من متجهات القاعدة أي المتجهات V1 و V2 وصولا إلى المتجه VK في شكل أعمدة إذن تحتوي المصفوفة على العدد K من الأعمدة والعدد N من الصفوف لأن المتجهات V1 و V2 وصولا إلى المتجه VK تنتمي إلى المجموعة RN إذن هي مصفوفة N في K لقد شاهدنا في مقطع الفيديو السابق أنه عند وجود المتجه A والذي ينتمي إلى المجموعة RN وبافتراض أنه ينتمي إلى امتداد المجموعة B يمكن التعبير عن المتجه A بأنه يساوي ناتج ضرب مصفوف التغيير القاعدة في إحداثيات المتجه A بالنسبة لمجموعة القاعدة B هذا ما شاهدنا في مقطع الفيديو السابق أي عند وجود إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B عندها يمكن إيجاد ناتج ضرب الإحداثيات في مصفوف التغيير القاعدة لإيجاد الإحداثيات القياسية للمتجه A أو عند وجود المتجه A ممثلا بالإحداثيات القياسية يمكن إيجاد حل معادلة إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى المجموعة B سنعمل الآن على حالة خاصة لنفترض أنه يمكن عكس المصفوفة C ماذا يعني ذلك؟ على ما يدل ذلك؟ حسناً، إذا كنا نستطيع عكس المصفوفة C فهذا يعني شيئين؟ أولاً، أن تكون المصفوفة C مصفوفة مربعة أو يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة ثانياً، يجب أن تكون صفوفها أو أعمدتها مستقلة خطياً وسنختار الأعمدة حسناً، إن العبارة الثانية مكررة نعلم أن أعمدة المصفوفة C مستقلة خطياً لأن هذه الأعمدة تشكل قاعدة فضاء جزئي واستناداً إلى التعريف يجب أن تكون متجهات القاعدة مستقلة خطياً بالتالي، فإن هذه العبارة مكررة وينصب تركيزنا على أن تكون C مربعة كي يمكن عكسها وإذا كانت جميع هذه المتجهات تنتمي إلى المجموعة RN فهذا يستوجب أن كي تساوي N إذن، إن المصفوفة C مربعة ما يعني أن كي تساوي N أو أنه لدينا العدد N من متجهات القاعدة الآن، إن كانت هذه هي الحالة، ما هو مدى القاعدة B؟ فكر فيها قليلاً لدينا عدد N من المتجهات المستقلة خطياً والتي تنتمي للفضاء RN بالتالي، وقتما يكون لدينا العدد N من المتجهات المستقلة خطياً في المجموعة RN ستكون هذه المتجهات عبارة عن قاعدة للفضاء RN بالتالي، فإن B قاعدة للفضاء RN بالتالي، نعلم أن C قابلة للعكس ونعلم كذلك أنه يمكن الوصول إلى أي متجه من RN بتدكيبة خطية ما من متجهات القاعدة هنا في الفيديو السابق، توجب علينا التأكد من أن المتجه A ينتمي إلى مدى متجهات القاعدة لكن الآن لا يتوجب علينا ذلك لأنه إن كانت C أصبحت معكوسة مصفوفة فعندها سيكون مدى القاعدة B ذاته مدى الفضاء RN أو بطريقة أخرى، يمكننا القول أن مدى القاعدة B يساوي الفضاء RN إذن، إذا كانت لدينا العدد N من المتجهات هنا وكانت K تساوي N وعلمنا أن مدى B يساوي مدى RN ولدينا العدد N من الأعمدة المستقلة خطيا هنا ما يعني أن المصفوفة أبعادها N في N وأن كافة الأعمدة مستقلة خطيا فالنتيجة النهائية هي أن C معكوس مصفوفة يمكننا كتابتها باستخدام صياغة إذا وفقت إذا ويمكننا أن نكتبها بالطريقة الثانية إذا كان مجال B هو RN فعندها يمكن القول أن المصفوفة C يمكن عكسها لتصبح معكوس المصفوفة وهذه معلومة مفيدة بحيث إذا كان أحد هذه البنود صحيحاً يمكن إعادة كتابة المعادلة نفسها إذن لنفترض معرفتنا قيمة المتجه A بالنسبة للقاعدة B ونود إيجاد قيمة A بالأحداثيات القياسية عندها يمكننا ضرب المصفوفة C بالمتجه A ولنقول أننا نعلم قيمة المتجه A ونبحث عن قيمة المتجه A بالنسبة للقاعدة B ولكن قبل بدء العمل على مصفوفة الزيادة تلك إن علمنا أن C معكوس مصفوفة فسنعلم أن أي متجه يمكن تمثيله ضمن مدى القاعدة B إذن أي متجه هنا يمكن تمثيله على أنه تركيبة خطية من متجهات القاعدة بالتالي نعلم أن أي متجه يمكن تمثيله بهذه الإحداثيات أو بإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B يمكننا ضرب كلتين جهتين معادلة بمعكوس C ما ناتج عملية الضرب إذن ينتج لدينا معكوس المصفوفة C ضرب C ضرب المتجه A بالنسبة للقاعدة B ويساوي معكوس المصفوفة C ضرب إحداثيات المتجه A هذه هنا عبارة عن مصفوفة وحدة ويوجد طريقة أخرى لكتابة هذه المعادلة إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B بحيث أن مدى القاعدة B هو Rn يساوي معكوس C ضرب المتجه A دعونا نطبق ما تعلمنا هنا قليلا سوف نستفيد من المعلومات التي تحدثنا عنها في هذا المقطع ونقوم بتطبيق أمثلة لنثبت المعلومة إذن لنفترض أنه لدي قاعدة ما B سوف أقوم بتعريف متجهين إثنين لنفترض أنه لدي المتجه V1 ويحمل القيم 1 و 3 في العمود الأول ولدينا المتجه V2 ويحمل القيم 1 و 2 في العمود الأول ولدي قاعدة B تساوي مجموعة مكونة من المتجهين V1 و V2 الآن سأترك لك أمر التحقق من كون هذه المتجهات مستقلة خطيا إذا كان لدي متجهين مستقلين خطيا في المجموعة R2 عندها فإن القاعدة B هي قاعدة للفضاء R2 وسوف نكتب مصفوف التغيير القاعدة الآن C تساوي القيم التالية 1 و 2 في الصف الأول و 3 و 1 في الصف الثاني إذن يمكن إيجاد معكوس المصفوفة C ولنظهر أن المصفوفة C من الممكن عكسها دعونا نقوم بحساب معكوسها إذن ما هو محدد المصفوفة C؟ محدد المصفوفة C يساوي حصل ضرب 1 في 1 مطروحا من حصل ضرب 2 في 3 وتساوي سالب 5 هذا هو محدد المصفوفة C حسنا لقد أوجدت صيغة عامة للمصفوفات رتبة 2 في 2 معكوس المصفوفة C يساوي 1 على محدد المصفوفة C وعند تطبيق القيم التي لدينا هنا يصبح الشطر الثاني من المعادلة كما يلي يساوي سالب 1 على 5 مضروبا في عناصر المصفوفة يجب تبديل ترتيب العنصر الأول في الصف الأول مع العنصر الثاني في الصف الثاني وبالتالي يصبح لدينا القيم 1-1 ومن ثم تجعل العناصر المتبقية سالبة إذن تصبح القيم سالب 2 سالب 3 وحقيقة أن محدد المصفوفة C لم يكن صفرة علمتنا أن المصفوفة قابلة للعكس على أي حال هذا هو معكوس المصفوفة C لنفترض أنه لدي متجه ما A ينتمي إلى الفضاء R2 سأختار متجها عشوائيا لنقول يحتوي القيم 7 و 2 في العمود الأول وأود إيجاد إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B حسناً نعلم قيمة المتجه A وبالتالي نضرب المتجه A بمعكوس المصفوفة C لنجد إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B دعوني أكتب هذا هنا إذن ما هي المصفوفة C؟ هذه هي المصفوفة C التي أشير إليها هنا وتلك هي معكوسها أيضاً بالتالي يمكننا كتابة إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B تساوي حاصل ضرب معكوس C مع إحداثيات المتجه A القياسية بطريقة أخرى دعونا نعوذ القيم بالأرقام هنا إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B ستساوي معكوس المصفوفة C والذي يساوي سالب 1 على 5 مضروباً في القيم 1 سالب 3 في العمود الأول سالب 2 واحد في العمود الثاني مضروباً في المتجه A الذي يحمل القيم 7 و2 وما هو الناتج؟ الناتج يساوي سالب 1 على 5 وبالتالي نجمع حاصل ضرب 1 ضرب 7 مضافاً إليه سالب 2 مضروباً في 2 وينتج لدينا 7 مضافاً إليها سالب 4 ويساوي 3 من ثم سالب 3 ضرب 7 تساوي سالب 21 مضافاً إليها 1 مضروباً في 2 والناتج يساوي سالب 19 إذن إحداثيات المتجه A بالنسبة إلى القاعدة B تساوي قبل ضرب القيم في سالب 1 على 5 سيكون الناتج لدينا سالب 3 أخماس وموجب 19 على 5 ها هو الناتج بالضبط لنتأكد من ذلك هذا يعني أن المتجه A يساوي سالب 3 على 5 مضروباً في متجه القاعدة الأول مضافاً إليه 19 على 5 مضروباً في متجه القاعدة الثاني دعونا نتحقق من هذا الحل حسناً لنرى سالب 3 على 5 مضروباً في القيم 1 ثلاثة مضافاً إليه 19 على 5 مضروباً في القيم 2 واحد لنرى الناتج هنا سوف أكتبوا هذين المتجهين هذه القيمة سالب 3 على 5 سالب 3 على 5 مضروباً في 3 يساوي سالب 9 على 5 سنضيفه إلى المتجه هذا 2 مضروباً في 19 على 5 تساوي 38 على 5 أليس ذلك صحيحاً؟ ومن ثم 19 على 5 مضروباً في 1 يساوي 19 على 5 بعد ذلك إذا أضافت هذين المتجهين معاً ماذا سيكون الناتج؟ سالب 3 على 5 مضافاً إليها 38 على 5 تساوي 35 على 5 وتساوي 7 سالب 9 على 5 مضافاً إليها 19 على 5 وتساوي 10 على 5 وتساوي 2 لقد انتهينا من عملية إيجاد الناتج هذا هو المتجه A الأصلي إذن لقد تأكدنا أنه يمكن تمثيل المتجه A على أنها حاصل ضرب سالب 3 على 5 في متجه القاعدة الأول مضافاً إليه 19 على 5 مضروباً في متجه القاعدة الثاني الآن هذه كانت إحدى الحالات عندما يكون لدينا متجه ما A وأردنا التعبير عنه بالإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B ماذا إن قلنا أنه لدينا متجه ما W حيث أن إحداثياته بالنسبة إلى B تساوي القيم 1-1 سأقوم بحلي مثالاً سهلاً بالتالي كيف يبدو المتجه W بالإحداثيات الغياسية تذكر أن المتجه W يساوي مصفوف التغيير القاعدة مضروبة في إحداثيات المتجه W بالنسبة إلى القاعدة B إذن المتجه W يساوي مصفوف التغيير القاعدة التي تحمل القيم 1-3 في العمود الأول و2-1 في العمود الثاني مضروباً في إحداثيات المتجه W بالنسبة إلى القاعدة B والتي تساوي القيم 1-1 كعمود والتي تساوي 1 ضرب 1 مضافاً إليه 1 ضرب 2 والناتج يساوي 3 من ثم 3 ضرب 1 مضافاً إليه 1 مضافاً إليه 1 تساوي 4 من ثم نجد أن المتجه W يساوي القيم 3-4 كما ترى هنا في حال كانت مصفوف التغيير القاعدة قابلة للعكس والتي هي مجرد طريقة أخرى للقول أن مدى القاعدة RN في هذا المثال كانت R2 فيمكنك وبكل سهولة أن تنتقل ما بين طرق تمثيل الإحداثيات القياسية بالنسبة لقاعدة ما أليس ذلك صحيحاً؟ هذا المقدار تم إيجاده بالنسبة لقاعدة بينما تم إيجاد هذا المقدار باستخدام الإحداثيات القياسية ومن ثم يمكنك فعل ذلك بسهولة باستخدام هذه المعلومة أو مجرد القول أن الإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة تساوي معكوس C ضرب المتجه A أو معكوس مصفوف التغيير القاعدة ضرب المتجه A أو القول أن الإحداثيات بالنسبة للقاعدة القياسية تساوي حاصل ضرب مصفوف التغيير القاعدة مع الإحداثيات بالنسبة للقاعدة